بعدما أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي يوم السبت التعاقد مع اللاعب عبدالله السعيد لمدة موسم ونصف قام اللاعب بالتعبير عن سعادته عبر حسابه الرسمي على انستجرام قال السعيد بعد سنوات من الانتظار أخيرا في نادي الزمالك وأشار اللاعب إلى مشاركته في مران الفريق يوم السبت تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزي جوميز وتأتي هذه الخطوة بعد انتقاله من نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية تجدر الإشارة إلى أن الزمالك يستعد لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالث عشر لمسابقة الدوري الممتاز في 17 فبراير يذكر أن السعيد يعبر عن فرحته بالانضمام إلى القلعة البيضاء بعد فترة من الانتظار